وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 238 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 86 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 281 قضية من بينها 89 قضية خبز ناقص الوزن وحوالي 68 قضية خبز غير مطابق للمواصفات